أقد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا مؤتمرا صحفيا في مركز ولي العهد للبحث الطبية والتدريب بالمستشفى العسكري للحديث حول آخر مستجداته فيروس كورونا حيث أكد الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أكد أن مسألة التعامل مع الجائحة مستمرة داعيا جميع من تنطبق عليهم شروط الجرعة المنشطة من تطعيم المضاد لفيروس كورونا بالمبادرة بالتسجيل لأخذها نؤكد بأن على الجميع وفي ظل العودة التدريجية للحياة الطبيعية مواصلة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من أجل الحفاظ على المستويات التي وصلنا إليها ومن أجل الحفاظ على ما تحقق من تقدم ومنجزات في التصدي للجائحة ندعو جميع من تنطبق عليهم شروط الجرعة المنشطة للمبادرة بالتسجيل لأخذها وننوه أنه قد تم تغيير الشعار في تطبيق مجتمع واعي إلى اللون الأصفر بشكل تلقائي منذ الثالث من أكتوبر هذا الشهر الجاري ونجدد التحذير هنا من الأمان الكاذب وتبعات الشعور بأن الوضع آمن وبالتالي العودة للتراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية